اشتركوا في القناة وتضمن الشفافية وتضمن العدالة بين الأطراف وتضمن التنافس الشريف وتقطع مع المحسوبية والمحظوظية الأخيرة يمكن زادا وقتنا نطوره هالمنظومة هذه ونقطعه مع الفساد يمكن تحقيق نسبة استثمار أعلى مشروع القانون عندما قفز على الخطوات الأولى التي تخص المسائلة والمحاسبة وبشيط طول للمصالحة هو في حقيقة الأمر مش يمنع من الكشف عن هذه المنظومة وتفكيكها وتعويضها بمنظومة سليمة من شأنها أن ترفع من مستوى الاستثمار والنمور ومن غير ما نعمل المسائلة والمحاسبة من نجموش نعرفه منظومة الفساد ومن نجموش نقومها ومن نجموش نحقه الأهداف التنموية يقول القائل تخلينا يا سيدي على الهدف الجوهري لخص تفكيك منظومة الفساد وعوضنا بصفقات نحب ونطبحه لتحقيق بركة صفقات مالية وهذا هو المشروع طموحه الوحيد هو تحقيق صفقات مالية وخلق جو كما يقول هو من الاستثمار ومن الثيقة لدفع عجالة التنمية نأخذ الجانب الثاني ما لا أذكرته من الأول هو المردود المالي المردود المالي أقل ما يقال فيه مشكوك في أمره تماما مناش لأنه المردود المالي يتطلب السع لتقييمه والتكاهن به ولو بصفة فرضية وبصفة معناها تقريبية يتطلب عديد المعطيات وينتساعد كيفاش بعض الأطراف تعلن على حجم موارد ما يتناشى ما تقول منقولش لخيارية لواقعية لكن مايش ترتكز لي مع المعطيات حقيقية لأنه للتقييم يزم معرفة عدد هلا مش يستنفعوا بهالمشروع وهذا حتى واحد ما عنده العدد ثانية حاجة يزم معرفة حجم التجاوزات اللي عملها والتعويضات المطالبين بها يزم معرفة هل الحجم هذا من الممتلكات ونتيجة الفساد وكذا يزم نعرفها هي نقدية أو عينية معناها موجودة في حسابات بنكية أو هي معناها غانيمة موجودة في ممتلكات عقارية وغيرها وأسهم إلى غيرها ربع حاجة يزم نعرفها هي في الداخل ولا في الخارج هل المعطيات هذي يكوني كان غايبة حتى واحد ما عنده معناها النجم نأكد على ذلك لأنه ما فهم حتى مرجع من شأنه يقدم ولو أمور تقريبية في الجوانب لا صرتها ثانية حاجة ما عادش فهم حرص على تقديم مقترحات لمقاومة منظومة الفساد معناها الهيئة الحقيقة والكرامة من مشمولاتها مش برك الكشف على منظومة الفساد عبر المسائلة والمحاسبة بل كذلك تقديم مقترحات بديلة لإرساء منظومة أخرى تعوض منظومة الفساد وتضمن المستقبل معناها السياسي الساعة بتاع الدولة وتضمن معناها فاعلية وجدوى المؤسسات وتضمن دورة الاقتصادية معناها في حاجة إلى تنقية الأجواء هذه من الفساد هو يقول لك نوصل ما هالمشروع مش يوفر شوية فلوس للخزينة العمومية باش نوصفها في تنمية الجهات وتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى آخره لكن يأمل المشروع القروي إلى إرساء مناخ أعمال ملاءم أكثر للدفع وتحفيز الاستثمار ودفع الدورة الاقتصادية يعني المردود على هذا التسعة أولاً يا أخي هو رجال الأعمال ما استثمروش لأنهم كلهم فاسدين في تونسا يعني في بني الفاسدين هما حسب بعض التصريحات مئة ثنين ثلاثة مئة لكن ألاف الأخرين مش بهم ما استثمروش قالوا ما هو مش معنيين بما آلاف من رجال الأعمال الحقيقيين قالوا ما أنا هم يعانيهم مهل العرقيلة اللي تكون تسكى أصغر والمالفاسدين ننتهي بالكلمة هذه ميمثلوش رجال أعمال هما الفاسدين هذن هما ناس اتمتعوا بمواقع ريعية قربهم خاصة للسلطة وتجاوزهم القانون والإغفال على مواقبتهم عندما تجاوزوا القانون هذا اللي ممكنهم التجديد ثروات غير معناها مشروعة هذا مش رجال الأعمال حتى وكان تعفوا عليه والصفين ووضعيته بتأملش أنه هو مش حقيقة قادر على خوف معركة التنمية وربحة المنافسة والله التبديل اسم القانون ما يعني شيء وإذا ما تغيير محتواه معناه وفصوله وأهدافه ومراحله وخاصة الفترة اللي ينزمه معناها تتوظف وتتسخر لتحقيق الأهداف المرجوة هذا معناها اللي يلزم تغييره تغيير الاسم مراش تكون عنده نعكسات معناها تذكر كذلك ربط المصالحة بالتنمية الجهوية متاع الجهات الفخيرة وعيبا نقول ولينا نوصفه وكانه معون صنعة الجهات المحرومة كما ناس توظف في الإسلام ناس توظف في برغيبة ولينا نوصفه في الجهات المحرومة وإذا عيب أخلاقيا عيب الجهات المحرومة يلزمها معناها وطر من والتنمية معناها إجراءات معناها مقاومة العراقيل اللي تتحدم التنمية للجهات هذه إرسام وخططات تنموية محلية وجهوية تشريك الناس معناها هذه الإجراءات اللي معناها تخلينا نفتحوا أفاق جديدة للتنمية متاع الجهات الداخلية من الأجدر إذا كان نحبه نوفره المال للخزينة العمومية وهي في حاجة للمال يلزم مقاومة التهرب الجبائي مقاومة التهريب معناها مقاومة الحي في الجبائي لتوفير أكثر موارد ممكنة لخزينة الدولة حتى الدولة تنجم تقوم بالمهام التنموية خاصة في ضرورة صعبة أنك التعول ياسر على الاستثمار الخاص نظرا للإنفذات الأمني وعدم الاستقرار الاجتماعي متنا نجم تتأمل حقيقة أنه معناها الاستثمار الخاص مش يقوم معناها بكل ما يلزم أن ينجز لمعالجة الإشكاليات القائمة يلزم معناها مجهود خاصة في الفترة هذه الانتقالية من طرف الدولة والمجهود هذا متنجم تنزو إلا بتوفير الأموال والموارد وخاصة الموارد الذاتية والموارد الذاتية هذه معناها يمكن تحقيقها عبر كما قلت إصلاح جبائي معناها جدي وجري يمنع ويحد على قل من ظهرت التهريب ويخضع ويخضع المهاربين للمساهمة يحد من قطاع غير منظم وخاصة التجارة الموازية ويخضعها زادة باش معناها تساهم في المجهود الوطني وفي الموارد العمومية مقاومة تهرب الجبائي هذا المرسول الكبير يمكن يوفر عديد الموارد وهذا ما يمكن تحقيقه إلا عبر إصلاح جبائي حقيقي وجري كذلك تحفيز المبادرة الخاصة يزمو يكون عبر إصلاح مجلة الاستثمار القانون الاستثمار الفارض عام 1993 تخلى على كل سياسة قطعية ولا حصل ترجيع الاستثمار بالأولا تقديم الامتيازات ثانيا بدوني مقابل التقديم الامتيازات الدولة بالمفروض وقتها لتعطم امتيازات باش تحص الاستثمار في المقابل المستثمر المنتفع يلزمو يلتزم بتحقيق بعض الاهداف وهذا من نجم يكون إلا عبر سياسة عقدية وبالتاني كان مش نعملو مجلة الاستثمار يلزم مبنية جديدة يلزمها مبنية على كشف على الفترة السابقة وإصلاح الاختلالات بتاع الفترة السابقة المشروع على الراه طوى معروض حالي ما فيش هي الإصلاح هذا فيه كان كلمة الإصلاح المحتوى ما فيش إصلاح في أول التسعينات الرئيس منظمة العراف السابق قالوا كان تعطيونا مورينة التشغيل طوى نخلقوا مليون موطن شغل مية تلف كل عام في القطاع الخاص بش يخلقها مية تلف كل عام علم أن المواطن الشغل المعدلة المتاحة عام وخاص ما فتتش خمسة وسبعين ألف موطن شغل في العام معناها مدة العشرين سناء السابقة لالفين وعشرين وبالتاني معناها ديما للعراف يقولوا مستعدين باش نحلوا في الجنة ذراع إذا كان تعطيونا 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 بشروط وشروط دائما معناها داخلة في منطق المطلبي لكن هما شو مش يعطيوه هذا ما يضطر قلوش ينظر هما مش يلتزموا بتطبيق القانون مش يلتزموا بدفع الضريبة مش يلتزموا بتحقيق معناها أهداف تنموية مقابل الامتيازات اللي يتمتعوا بها مش يلتزموا باش معناها يتبقوا القانون في مخص الأجال المحدودة للتمتع بالأعفاءات مش معناها دائما كما قلنا عبر معناها مسارك ملتوية نحقق الاسترسال والاستمرار في الانتفاع بالامتيازات اللي هي مكلفة الامتيازات ونقوله امتيازات وعفاءات ومنح معناه استموكا جاني بورليتا دونك هو مجهود المجموعة الوطنية اللي تدعيم الاستثمار ومفروض المجموعة الوطنية تترقب المقابل المردور بتاع هذه التضحيات لأنه انت وقت لا تعطي الاعفاءات لتوفير موارد جيبائية وضمان معناها استمرار الدولة مش تدور على الاخرين تأخذ من الاخرين ومعروف اللي هو جراه هما معناها الطريقة السهلة لتعويض معناها النواقص الحاصلة في الميزانية العمومية من جراها الامتيازات السخية كما قلت بشهادة شاهد من اهلهم كما قلت وبالتالي نعتبر للبلاد في حاجة لعقد اجتماعي جديد يتبنى على منطق الوحيدة اللي ينجم يكون سليم ويحقق فعالية العقد الاجتماعي هو منطق التوزيع العادل للاعباد وخاصة في الفترات الصعبة بين الاطراف الاجتماعية وضمان كذلك التوزيع العادل للثنرات عندما توقع فما نبو وانتاج وفترات ازدهار وهذا يجب يكون عبر مقيس مضبوطة ليس كلام تجارد وقتا لجات المدير العامة الصندوق النقل الدولي قالتش نشوفه فيه مدى تقدم الإصلاحات لتعهد الحكومة التونسية هم جملت من ذكرت ذكرت معناها رسمالة البنوك العمومية وعلم أن البنوك العمومية بركت لأنه زاد قطاعات الخاص وحتى فهم مؤسسات عمومية متخلطش في ديونها ولأنه مخلاوش البنوك يخدموا على رواحها كان فما تدخل مباشر سياسي في التصرف المالي بتاع البنوك هذا الدعم قضية الدعم نحن الدعم مشكلة هذه وقتا لا نتخلى على الدعم المحروقات والمواد الغذائية الأساسية نقول له الهدف هو توظيف الدعم لمن يستحقه السيبلاج الاستهداف بالعربي وقتا لا نجيه كما ندعم القطاعات اللي تمر بصعوبات اقتصادي ومالية واخيرا معناها واخيرها في السياحة الدعم يمشي من غير استهدافه من غير ما نستهدفه الناس اللي هي حقيقة أهل الدعم قرر احنا طوال نكلمه على الدعم وقتا لا يكون اللي صالح الفئات الفقيرة هو اللي ينزم استهداف وقت يكون اللي صالح معناها الفئات المحظوظة من غير استهداف المتعد يضرب يضرب كذلك معناها قضية المطروح هو معناها الاصلاح الجبائي لكن ما نعرفوش الاصلاح الجبائي دائما في اتجاه تفكيك الحماية وتنقيص من نسبة الظريق وبعدها والموارد بتاع الدولة شكو بش يدفعها كان مش نقعد ودائما نقصه هو نوصل نقصه حتى لا مستفادين بالتنقيص يتهربوا من دفعها ما تبقى من الجبائي ما إلى متاه وبالتالي احنا الاصلاح كلمة خير وريد بها شر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة معكم